السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الحكواتي حلقتنا عن واحد ممن صنعوا البهجة والبسمة والسعادة على الشاشة واحد ممن اشتهروا بإفهات او لازمات التسقت به لدرجة انه اصبح يطلب في المسرحيات خصوصا مسرحيات الصيف السياحي بالاسكندرية على مدى عشرين سنة لكي يقول نفس الإفه الإفه او اللازمة كانت هي أبها تعزيش يا عم ربنا يا كفيرة شرم انت هتوقت شوف بقى لدماغي متكلفة ومش عايز اضاع الشحنة اللي فيها الله انظام رزالة بقى ايو انظام رزالة بقى لا هو انت وهم بقى هنا بقى ههولنا بقى انا مضار طب استنى بقى يا مؤخذة هلف الصوبارة داية لفه ما تلف داها والسبعة بس بعيد بعيد عن البنزين الله يبقى في بنزين بقى ممثل صنع نجومية كبيرة من خلال هذا الإفه حلقتنا عن سيف الله مختار سيف الله مختار بتختلف المصادر عن نشأته البعض بيقولوا ان نشأ في الدلتا في لده أهلية البعض بيقولوا انه ولد في المنوفيه في كل الأحوال هو تربى في القاهرة واستطاع انه يعني يقدم نفسه من خلال أدوار صغيرة عبر المسرح كان أول دور له في السينما من خلال دور الساعي في المحكمة في فيلم يوميات نائب في الأرياف طبعا تأليف توفيق الحكيم واللي كان بيقول في لازمة شهيرة أنا جاي أهوت ويمكن هو لما حس انه في أول فيلم اللي هو على الشاشة اللازمة بتلزق في أذن وفي عقل المشاهدين بدأ كل عمل يعمله يدور لنفسه على إفه إلى أن اشتهر بلازمة أو إفه أباه وكان هذه اللازمة سبب شهرة سيف الله مختار كان بيطلب منه يعملها في المسرحيات طبعا ليه أدوار كتيرة مميزة منها يمكن دوره في غريب في بيتي مع نور الشريف وسعاد حسني محطة الأنس كان له برضو عمل سنايات كتيرة مع الممثل الكبير عالي الشريف ويمكن عمله كمية مع بعض أيضا عمل كمية كبيرة جدا مع محمد رضا نقدر نقول إن سيف الله مختار كان عمل سمئيات نجحة جدا مع محمد رضا ومع علي الشريف أيضا نقدم مع السلاسي بعض الأعمال ويمكن كان في الأفلام الكوميدية قاسم مشترك أو حتى لما كان بيبقى في أفلام لها طبيع درامي أو تراجدي كانوا بيجبوه لكي يصنع هذه البسمة من خلال إفهاته أو من خلال أدواره الكوميدية الخفيفة ما ننساش دوره في ممنوع في ليلة الدخلة رجب فوق صفيح ساخن عمل مع عاد الإمام أدوار كتير جدا أيضا الرقصة والطبال مع نبيل عبيد هنا القاهرة أيضا عمشة في الأدغال مع محمد رضا كان ليه دور جميل جدا أيضا مولد يا دنيا إخراج حسين كمال مع عفاف راضي ومجموعة الموثلين أفواه وأرانب الله مختار أيضا عمل كثيرة كسنائي مع سمير غانم في العديد من الأفلام أول دليل يا بدعان اتفضل عم محمد يا حضرات كان قدامه نص ساعة ويسلم النمر ويشطط لحسة عسلية ده حديث صلب يا بدعان يلا يا عم محمد الله أكبر يا ساتر يا رب لحسة عسلية يا جدعان إيه الحلاوة دي إيه الحلاوة دي يا مفتري خلاص صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي بيعملها كربطة يا جدعان معملها كربطة أو تاني دليل الله أكبر اركن تاني دليل عم إبراهيم عم إبراهيم الفتوة عم إبراهيم يا جدعان كان التوقف المطاصل ودهتك في الحرقفة أطبط عسلية الحديث الصلب يا عم إبراهيم بعيد بعيد الحديد السوق الله اكبر الله اكبر العب يا ميمون العب يا سيدي حتة كنده كده ايوان ايوان اتني يا عيني يا عيني اطمت عسلية عسلية النمر يا جدعان الله اكبر ربنا ديك الصحة ده لو زي عيرفي للحتة صلي عن نبي اتكلم على الله عم بحبه المعلم بحبه المعلم بحبه يا جدعان المعلم بحبه امساد مزمن بقاله اتناشر سنة لحسة عسلية يهزق العزق يضط في الزق يا سيدي انفخ يعيني يعيني ايوان تهزق يا عم بحبه ايوان تتحول انت كل ده فضل العسلية يا جدعان عسلية النمر ليس لمؤسستنا فرع اخر وده الخدم خدم العجل خدم الحصارة بتاع العسلية وصلوا عن نبي كان بيحب يقعد مع الشاعر صلاح جهين وكان صلاح جهين دايما يقول انه في كتير من الاصوات اللي بتغني صفالة مختار صوته احلى منها وصفالة مختار باعداته مع صلاح جهين كان يقول له اسمعني استاذ انا عايز اغني كلام انت بتألفه وكان بالفعل بيعد يغني في الاعدات الخاصة وكان احيانا في بعض الادوار يحب ان هو يمول او يقول موويل او يغني موهبته كانت كبيرة جدا وكان بيحلم انه يعمل ادوار مركبة ويمكن في احد المشاهد كان بيجمعه بعلي الشريف مشهد وعلي الشريف عمله خلطة معينة كده وحب يجربها عليه اذا كانت هتغيبه عن الوعي ولا لأ وقدم منولوج يكاد يكون منولوج مسرحي على شاشة السينما بيخرج فيه من شخصية لشخصية وبينتهي بانه بيقول انا مرة وانا باعتبر انه هذا المشاهد المشاهد اللي بينت المساحة الكبيرة لموهبة صفالة مختار على الشاشة خالق ادوك يا امعلم يا امعلم خدالق جرب الخلطة دي شوفها هتهلوس معاك ولا مش هتهلوس ان هلوزت معاك قولي وان ما هلوزتش برضو قولي يا السلام يا السلام ما فقولها بسريعة اوه يا معلم اديها اوه اديها حاسس بايها ده انا مش حاسس بحاجة ابد انا معلم انا بقيت من الشاشة وما لدي بيه انا مين انا ريشا انا هوا انا هوا انا قطة بناولا نياو نياو باش اوه عندك انا سلم الموليس كلوا سلم نفسه سلم نفسك يا محاطب في المكان محاطر سلم نفسك يا محاطب اوه يا اه هي اهلة بتلعك بالحكومة بتغيبينها حاجة تانية من الحكومة دي انا فيه انا فيك انا فيك بزلومة فين زلمتك يا معجم انا فيك بزلومة يا لاب يا لاب يا لاب انا مارة انا مارة انا مارة انا مارة بصوت الجناح فلا مختار كان قريب جدا من الفنان محمد رضا وعمل معاه ادوار عدة وكان بيعملوا مع بعض دويتو او في كيميا ما بينهم في التمثيل واحيان كتير جدا كانوا بيرتجلوا يبقى الاسكريبت او السيناريو مكتوب بطريقة معينة وهم يخضوه ويشقلبوا السيناريو او السكريبت ويعملوا حاجة تانية خالص وكان محمد رضا بيحب العمل مع سفالة مختار وجمعتهم اعماية عديدة في السينما والتلفزيون والمسرح دي الرقاص همعلم اما انك باجم بصحية وانا كنت قلتلك انها مرضاعة يا ماذا انا بسألك على اسمها اسمها حلوة اولا معلم يا تفوق لنفسك وصحة صحة معها شوية انت بتشرب صنفع الليه وهوي الرقاصة اللي في التلفزيون دي اسمها ايه الحقيقة يا معلم بعد مدعب الحليم حافظ مبقيتش اعرف المغنواتية من الرقاصات يا اخسارة الدخان اللي بيخش في نغشيشك ويطلع من مناخيرة دا لو حمار وشرب الشرب اللي بتسربوا دا كان زمنه باجين تلمان يا احنا عايزين يعرف هي مين عشان نوصل هي فين ولما تعرف هي مين وفين هتروح لها يا معلم مش بقولك انك بجم هريد ابو الهدد مايروحش الحدي ابدا كل الناس هي اللي اتجيلوا انا ماروحش اللي عشان اهد المعلم هريد يا ابو الهدد مين ماعرفوش دا هد بنص البلد بس المعلم عايز ست مباهج تحييله ليلة كبيرة في العوامة بتاعته عقبال عندك ابن عبد الجبار اخد شهادة الدكتور اهدد بس يعني انت يعرف من كلها على الفلوس وتتجلش فرناغك المسألة يا سيدي مش مسألة فلوس كل ما في العمر انها ما بتروحش يا حفارات خاصة اهدد ولو ليلة واحدة. بسيطة. نهده. لا في عرضك. رحلت خيره. سنكر المحل ليلة والمعلم يدفع لك العرض. ازاي بس يا سهلال. انت عارف محل زي ده. نجيب كم في الليلة. انت عارف المعلم هريدي بيكسب كم في الابدى الوحدة. ده لسه الجمعة اللي فاتت مشتري كبرى ملك الفالح. والايام دي حاطت عينه على البرج. عايز يهده. وابني بداله عايش غراب. اللي تشوف. يعني لازم تبعاتها. ومحاكيب انت. سياحة العربية كانت بتأتي الى مصر في فترة السبعينات والثمانينات ويمكن لغاية منتصف التسعينات لكي تشاهد سيف الله مختار ومحمد رضا. وسيف الله مختار كان له نصيب الاسد لما كان برد برده بعد هزي المسرحيات بتسافر للبلاد العربية خصوة منطقة الخليج كان بيبقى فيه جمهور كبير جدا هو ما كانش بيصدق نفسه لدرجة انه في احد المرات عمل حديث لصحيفة الاخبار قال فيه اه انا ما كنتش احلم باللي انا فيه انا كان كبير احلم ان انا ابقى بواب على استوديو مصر او سايز جراش اه للفنانين في اي اه جراش في اي استوديو. كان اه عنده توضع كبير سيف الله مختار وكان ايضا اه يمكن ساعد صالح اه اللي ارحمه اه في احد المرات كنت معاه في مصرح زمالك وكان عايز سيف الله مختار معاه في المصرحية وقال انه من الفنانين اللي اليوم في الخير كان سيف الله مختار كان من الفنانين اللي اه يحب يقعد مع الناس البسيطة والناس الغلابة ويحب يساعد الناس الفقيرة والناس الغلبانة. اه سيف الله مختار اه يمكن اه كان ممكن يبقى مشروع نجم كبير لا يقل عن نجوم الكوميديا في الصف الاول. لكن عبر اكتر من مئة وخمسين فيلم تم حصاره في الدور التاني والدور التالت ايضا اه ويمكن ده كان عامله نوع من اه احيانا من اه 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 الغصة او المشكلة النفسية لكن لم تترك اي اثر على حياته لدرجة انه كان بيعلن بانه راضي عن مسيرته الفنية وراضي عن كل اللي قدمه. سيف الله مختار انتشرت اشاعة اه قوية جدا انه هو اخه فنان كبير هو الفنان احمد رمزي والاشاعة دي انتشرت بعد وفاته والتسقت بالجمهور لكن الحقيقة انها شائعة مجرد شائعة. سيف الله مختار ليس شقيق الفنان احمد رمزي على الاطلاق. لانه الفنان احمد رمزي له شقيق واحد طبيب اسمه الدكتور حسن وكان عايش برا مصر لما مات سيف الله مختار. ودي من ضمن الاشاعات اللي التسقت جدا لدرجة انك حتى هذه اللحزة بالبحث في محرك البحث جوجل هتلاقي لو كتبت سيف الله مختار هتلاقي مكتوب انه شقيق الفنان احمد رمزي وهذه ليست حقيقة على الاطلاق. وكان بيقول دايما انه مش هيعيش كتير وده يمكن برضو في احد احاديثه الصحفية كان بيقول انه مش هيعيش لغاية ما يعجز. والغريب انه فعلا رحل عن عالمنا في الف وتسعمية تسعة وتمانين عن عمر يناهز ستة وخمسين عام بعد ان قدم ما يقرب من مية وستين فيلم على شاشة السينما. دي حكايتنا عن احد سكان الدور التاني او احد نجوم الدور التاني اه في السينما المصرية واللي كان اه اه احد مصادر السعادة والبهجة ل اه المشاهدين حتى هذه اللحظة كلما شاهدنا اعماله في السينما المصرية الفنان سيف الله مختار. وفي حلقة تانية هنحكي عن احد نجوم الدور التاني والحكواتي. والى لقاء.